ربنا أمر هوشع بأن يتزوج امرأة زانية ويأمر إلي بعدم الزواج سؤال لماذا عند الله عدم بكاء حسقيال عند موت زوجته الله كان بيستخدم من حياة الأنبياء تمثيل ظاهري عشان يعرف عراقة إسرائيل بالله إسرائيل ارتبطت بعرسها اللي هو الله لكن زانت خلف آلهة أخرى يسموه الزنا الروحي زانت خلف آلهة أخرى وزانت من أول ما طلعوا من مصر لما هرون عمل العجل وقعد يعبدوه فكان هنا إن كأن ربنا عايز يعرفهم لما يجي يقول لهو شعب اذهب خز امرأة زنا الناس بتستغرب إيه امرأة زنا؟ امرأة زنا يعني إحنا دلوقتي لما بنشوف أيتام بيودهم حاجة اسمها الملجأ زمان ما كانوش يعرفوا عملية الإجهاد فلما واحدة تحمل ومش عايزين يقتلوها يخبوها لغاية ما الطفل يتولد إن كان ولد ولا بنت يجوا في الفجر ويحطوه على قرعة الطريق وده حتى موجودة في حسقيال 16 وجدتك ملقاة على قرعة الطريق مدرجة في دمائك الطفل ده بيسموه طفل زنا فكانوا بيلموا الأطفال اللي هم اللقطاء جمع لقيت ويحطوهم في بيتي يسموه بيت الزنا بيت الزنا يعني دول أولاد فلما يقولوا روح خد امرأة زانية يعني من بيت الزنا بيت الزنا محدش يرضى يتجوزها إلا ولد من بيت الزنا يعني علشان لا تعيرني ولا عيرك فجومر دي كانت من البيت اللقطاء وكانت متجوزة واحد لقيت وخلفت منه أولاد وبعدين مات جوزها فقالوا روح خدها كون ان النبي في نظر الله ده إنسان نقي وحلو ويروح ياخد وحدة زانية فالشعب يقول له ازاي كده ازاي انت نزلت بالمستوى وتاخد وحدة لنعرف أصلها ولا فصلها يقولهم طب والله اللي ارتبط بيكم وانتو لمعروف أصلكم ولا فصلكم وبتمشوا وراء الآلهة والزنا فكان بيضرب لهم مثل كان بيضرب لهم مثل فهنا لما بيجي يتكلم بيتكلم عم كده أم أرمية أمروا بعدم الزواج عشان يضرب مثل إن ربنا هيسيبهم وهيسيبهم فترة طويلة أما بالنسبة لحسقيال لما قالوا إن مراتك اللي انت بتحبها لما تموت ما تبكيش عليها علشان كده ربنا بيقول لهم لما ييجي طيطس ويهد الهيكل أنا مش حزعل بقى بالشكل ده ولا أبكى عليكم لأنه هو زبيتكم يترك لكم خراباً اشتركوا في القناة